حتى في ظل تفشي كورونا لا تتخلى ميليشي أسد الطائفية عن عاداتها الفطرية نهب وسرقات خطف وقطع للطرق آخر الأخبار الواردة من إدلب تتحدث عن قيام الميليشيات الطائفية بتعفيش محتويات المنازل في مدينة معارة النعمان مستغلة الهدوء في المنطقة مصادر محلية أكدت خروج شاحنات كبيرة حملت بالأثاث والحديد الخردة الناتج عن تهديم المنازل التي قصفها الاحتلال الروسي وميليشي أسد قبل السيطرة على المدينة شهدت تلك الشاحنات المحملة بالمسروقات وهي تغادر معارة النعمان نحو ريث حماء الخاضع لسيطرة ميليشي أسد المصادر ذاتها أضافت أن عمليات السرقة تمارسها الميليشيات الطائفية المحلية وتقوم بنقل المسروقات لبيعها في أسواق بمناطق أخرى وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيات يسرقون المنازل والمتاجر وأي شيء يقع في طريقهم في معارة النعمان وجبل الزاوية وسراقب ونواحيها جذير بالذكر أن الميليشيات الطائفية وبغطاء جوي دمرت وحرقت الأخضر واليابس وسيطرت على معارة النعمان نهاية الشهر الأول من العام الجاري بعد عمليات تهجير وقصف استمرت عدة شهور ترجمة نانسي قنقر